خيال تمزج اسمك بفضيحة صارت بأحد المنتجعات السياحية ببيروت خبرنا أنت كنت بوقتها بخارج لبنان رديت تأثرت بتزعلي من هيك إشيا بعضهم بأسروا فيك ولا خلص يعني هاي للمرة التانية بس معها عملت حالي مش سامعة كمان ما بتردين تجاعت أنه أنه عنجات تتركوني بحالي يعني حتى أنا ومش بلبنان جايبين عم تحطولي اسمي بي ما بعرفت فجأت حتى التعليقات ليل عبود كنت بنتحت أنه لام عين يعني مين غيري يعني مين غيري بدي يكون لام عين يعني طيب شو بتقليلهم هلأ لهو الناس اللي ممكن قبطينهم بدي يقول بكفي والله أرفتوني عن جد بكفي عايب عايب أي أحدة بدي ينشهر بدي يطلع يحكي عن ليل عبود بدي يعمل سكوبيت لا الجدل والنقان شو مدري شو ما خلصوني خلص يا ترن دات شابتر خلص بقى خلص بقى سيبوه للبنت بقى أي والله عايد ليال صحية عم تتعرضي للابتزاز من قبل صحفيين وفنانين شو نوع هدا الابتزاز اللي عم تتعرضي له كانوا فيه أقليم صفرة وعيب انه نحكي فيها بس انه الواحد بيغد الطرف وبيقول انه انت جريئة ليال يعني اليوم حصر وقت انه نقول اسميك صحافي ما لازم يكون له تسعيرة معين لازم يكون كلم تكون حر شريف يحكي بطريقة حلوة ما يسعر حاله بس يسعر حاله صار رخيص مين مين هو ليال يعني بيعرفوا حاله انا رخاص كتار سايرين بها الايام بس لازم انا بتخيل انه سايفي رخص كتير بها الايام لا لا فضحيون بس اكيد طبعا من حي السحافة الشريفة واللي بتنحطها على الراس اكيد اكيد في هيك وفي هيك حيكيك صحيح ما بدك بعتنا يعني اصلا لا ابدا ليه عيد الامات ليال كم مرة انعرضت عليكي اموال هدايا مقابل غايات مشبوهة غايات مشبوهة ايه سؤال جريء بس لانك جريئة بس لانك جريئة لانه انا كتير جريئة بقول انه كل انسان يعني كل فناني بتعرض لكتير مغريات بالحياة هو بيختار شو بده يكون هو بيختار الخط اللي بده اياه بس انت كفناني حلوة ايه اكيد يعني اكيد انعرض عليكي هيك انا تعرضت لكتير تعرضت لكتير مدايقات وكتير اصاص وكتير اخبار بس ما بصح غير صحيح بالنهاية وانا عندي ابني بدي ربيه بطريقة تكون حلوة ما اقول انه امي كانت هيك او صوت هيك لا بالعالم يكبر فيه وانا اكبر فيه انا حتى عائلت عائلت بيشوفوا حالو كيفا هيدا انشاء الله على طول بيشوف حالو كيفا هيدا اكثر لازم احله يكون تاج على شبينة وهيدا الشرف الكرامي هيدا يعني مما بادئ وانا تربيت هيك حلو فادي عندك مشاكل